أصدقائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من حلقات العناية بالصوت لمدرب الصوت أحمد شافيه نتكلمنا عن الصوت البشري وأنواع الصوت البشري الأساسية والفرعية وتكلمنا عن تأسيم الصوت البشري النهاردة هنتكلم عن خصائص الصوت البشري يعني ايه خصائص الصوت البشري؟ كل حاجة في الدنيا لها مواصفات أو خصائص بتوقاص عليها يعني لو جيت أقولي الوحيد قارن بين موزب وبين بورتغوه هيقول لي ماذا شي؟ الموزب شكلها عامل كده وطعمها عامل كده وريحتها كذا ولونها كذا قال عدة مواصفات بناء عليها بين قارن وقال التفاحة لها شكل مختلف وطعم مختلف ولون مختلف وريحة مختلفة شوية مواصفات برضو لما يجي أفرق بين عربية مثلا قبل وعربية كيا بقول مواصفات أو الخصائص بتاع القبل كذا وخصائص الكيا على النقيد كذا وياللي بيميز ده وياللي بيميز ده كذلك الصوت البشري فيه خصائص ومواصفات بتخلي صوت كل واحد مختلف على الصوت التاني ده صوته قوي ده صوته ضعيف ده صوته جميل ده صوته مسيل ده صوته عريض ده صوته ديق ده مسحته أقوى ده مسحته أقل ده عند عرب ده ما عندوش يعني ايه الحاجات دي؟ هي دي خصائص الصوت خصائص الصوت اللي هندرسها مع بعض ست خصائص خصائص الصوت كاماق؟ ستة خصائص اول حاجه Salvomics الصوتى ثاني حاجه لانتساعه الصوتي ثالث حاجه المساحه الصوتية رابح حاجه المرونة الصوتية خامس حاجه صفاء الصوت سادس حاجه قوة الصوت كده احنا ذكرنا خصائص الصوت الستة ذي احنا هنشتغل عليهم من مرة الجاية تبعونا الحلقة الجاية عشان نعرف معنى كل حاجة فيهم ولرجاء اللي أعجبك الفيديو لايك شير كومنت يعني الطاقة الإيجابية مهمة جدا يا جماعة علشان تخلينا نقدر نكمل بقية السلسلة ونقدر نستفق كلنا مع بعض شكرا ليكم وتحياتي إلى نلتقي أحمد شافي